في الكورة لأنه كل اللي تفرج على الأداء استمتع فعلا سخلينا نرجع كل حاجة لأصلاها والصاحبها خدوا بالكم لعبة الأهل لعبة لغاية دلوقتي حوالي 36 أو 37 مباراة من بداية الموسم لغاية النهاردة أعلى حد في الدور اللاعب 20 ولا 22 مباراة إزاي فريق يوصل ل36 أو 37 مباراة وهو لسه ملعبش نص الدور بتاعه ويكون في حالة الفواءان البدني واللعيبة كلها فريش ده ما كان له أن يتحقق لولا سياسة مارسل كولر في التدوير بين اللعيبة وتوزيع الموطشات على اللعيبة ولذلك هو الراجل مرة قال لو جيته حسابته الدقايق لكل لعب هتلاقي تقريبا قريبة من بعض كلهم لعبوا ما فيهاش فرؤات كتيرة بس الناس بتبقى عايزة واحد معين يبدأ موجود على طول الناس اتكلمت المطش اللي فات تشوف له رأي وليد صلاح أو كابت محمد عمر كنا محتاجين نشوف قفشة لو حطت له الخمسة اللي نزله كل واحد فيهم له حق أنه يشارك اللي كان كويس المطش اللي فات ومن حقه يكمل زي محمود متولي واللي عايز يحافظ على جزء الهجوم زي كهرباء ولو بصيته بكل لعب شارك عنده معطيات المشاركة كأفشة طبعا محدش يقلل منه لكن خدوه باكتج خدوه ضمن مجموعة لعيبة كل واحد فيهم واخد عدد دقايق قريبة من بعض عشان كده توزيع المجهود بين اللعيبة كلهم الرجل قال لك أنا عنده 32 لعب مطلوب ألعب ب11 وخمسة بابدلهم 100% النفيه 12 هيخرجه أنا بشارك وبدخل اللعيبة الأقدر على تنفيذ المطلوب اللي يساعد الفريق عشان كده أعتقد لو الناس افتكرت أنه محمود متولي ده كان بعيد جدا وناس كتيرة كان بيقول لك محمود ده متولي أول الرحلين عبدالقادر الناس كتيرة تكلمت على أمصته ومشكلته وأصله فيه وتقال فيه كلام كتير قوي وكريم فؤاد نفس الحكاية نفس الحكاية النهاردة كريم فؤاد بيشارك بفعالية وتأثير محمود متولي بيبدأ المطش اللي قبل اللي فات والمطش اللي فات بينزل كمان وفي كل الظروف ده المطش اللي قبل الأخير خاد رجل المباراة وسجل فبصوا اللعيبة اللي كانت مبعدة عبدالقادر الرجل زعلان على إصابته في التوقيت ده كان وصل خلاص بقى لعيب أساسي في ناحية الشمال ومعتمد عليه كل ده يا جماعة لأنه الراجل بيدورها بين الكل فالدعم والمساندر حقيقية تبقى للمدرب والجهاز اللي فعلا حارسين أنك أنت توصل في الفترة الصعبة دي بعد عدد كبير من المباراةات وإنت عندك لعيبة كتيرة تقدر تقول مين يلعب في الرايت مين يلعب في الليفت تبصوا تلاقي عدد كتير مطروح اتنين تلاتة في كل مركز ما فيش حد مهمل وما فيش حد أساسي كلهم أساسيين والمسألة بتتدور فيما بينهم عشان كده هنلاقيهم في حالة دايما فريش قوي واللعبة حالتها البدنية كويسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر